السؤال اللي بعد كده السلام عليكم انا عايز اعمل ثواب عشان حاسس ان ربنا مش راضي عني ومش معايا فلوس وبصل للصلاوات اعمل ايه تاني مسألة بسيطة خالص الصدقات ما بتتوقفش على صدقات الاموال بس ممكن يكون صدقات النصيح صدقات المساعدة صدقات دعم الناس صدقات الكلمة الطيبة حضرة النبي مش قال والكلمة الطيبة صدقة يبقى الكلمة ممكن تكون وتبسمك في وجه اخيك صدقة كل اللي دي صدقات ممكن انت تعملها وممكن تفتح لك ابواب كتيرة جدا 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 من الخير بس انا عايز اقول لك بس ان فضل ربنا عليك واعطاء ربنا ليك مش متوقف على انك انت عملت العمل الصالح واملتش عمل الصالح فانت على طول استقبل وجه الله سبحانه وتعالى واكتهد اكتهد ان انت ببساطة تعمل عمل صالح بكل اشكال وانا نصحت لك فيه خمس عمل صالح هتعملها وسهلين عليك اول حاجة امتنى للاصحاب الفضل عليك اي حد صاحب الفضل عليك امتنى ليه ولئن شكرتم لأزيد انكم يبقى اول صدقة هتعملها الامتنان شكر الناس يبقى دي اول صدقة الصدقة التانية ابتسم ابتسم في وجوه الناس انا اعرف ناس كتيرة جدا 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 لا عملوا حاجة ولا سووا اي حاجة ولا عندهم فلوس ولا اي حاجة والناس تحبون موت تحبون موت ليه وشه سمح يا اخي يبتسم فتاني صدقة انا بقولك عليها لو عملتها ايه اللي حاصل تحس كده ان ربنا سبحانه تعالى يشرح صدور الناس ليك ويوضع لك القبول تاني صدقة هي التبسر يبقى اول حاجة ببساطة خالص انت عليك بالزبط ان انت طول الوقت تكون شخص نافع تاني حاجة نافع الناس تنصحهم تاني حاجة تصدق بايه ان انت تمتني للناس اول حاجة تمتني للناس تاني حاجة ان انت تتبسم في وجوه الناس تاني حاجة ان انت تنادي على الناس باسم حل ماقوله للناس حسن والكلمة طيبة وصدقة يعني ايه خلي انت بتتعامل مع الناس كل واحد قول له اسم حل اولادك نقلهم اسم حل الناس بيعملوا معك في العمل اسم حل ولما تقابل حد في الشارع قول له اسم حل وكده دي صدقة تخليك انت حاسس براح رابع حاجة كطر من النوافل كطر من النوافل يعني ايه صلي ركعتين كده في جو في الليل صلي خيام الليل صلي حافظ ما تتركش السنن للرواتب كل ده يخليك احسن خمس حاجة ان انت تعملها وده مهمة خالص ادعي للناس بظهر غيب لما تلقط واحد كده في الشارع في قاعد كده ولا واحد حزين ولا واحد كذا وانت ما قدرتش تقول له كلمة حلوة ولا قدرت تتكلمه ايه اللي حاصل؟ قول يا رب الشخص اللي انا شفته ده يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب لا تجعله يمضي علي اليوم الا وقد فرجت عنه يا رب لا تدع فلاني فلاني ده اللي معيه في الشغل اللي انا مقدرتش اكلمه إلا يا رب وقد بسطت حاله إلا وقد يا رب خففت عنه يا رب وفق فلان ده النهاردة في المقبلة بتاعته يا رب وفق فلان النهاردة ما بينه وبينزجته يا رب واصلح بينهم يا رب العالمين يا رب اجعلنا دايما في حبك وفي حنانك وفي فضلك وفي معيتك يا رب العالمين ده لما يحصل ايه اللي حاصل انت هتحسر كتير جدا جدا انه حياتك اتغيرت خليني بس اقول لك حاجة ان الخمس حاجات اللي قلتها لك دولة دولة امثلة مش هي بس الحاجات دي اللي تخليك حاسس بان انت ربنا راضي عنك بس حاجة مهمة جدا لازم تفهم انا خايف من السؤال دوت انا خلاص قلت لك اهو بس استشارت لك انا خايف جدا جدا وقلقان جدا جدا من السؤال ده ان صاحبه يكون بيجلد ذاته انه عمل زنب وحاسس ان الزنب ده لانه كبيرة او لانه زنب عمله وكان فيه غدر او فيه ازل حد او فيه ازل نفسه انه هو تلوث فمش هيقدر يعيش مع ربنا سبحانه تعالى وربنا مش هيقبله انا بقولك لا ما تحسش بكده انت لازم تحس ان ربنا سبحانه تعالى يحبك وده انه يحبك انه خلاك كتبت الكلام دوت وخلاني اكلمك ليه طيب لانه تعالى انت بتقوله دينا الصراط المستقيم فسألت والسؤال دوت احد اشكال للصراط المستقيم فسألوا اهل الذكري ان كنتم لا تعلمون فاعلم ان سؤالك ده نوع من انواع هداية ربنا ديك فهو لو ما كانش يريدك ان انت تتحسن وتتغير ما كانش يخليك سألت السؤال ده وعلى ذلك فانت لازم تعمل حاكتين تعمل الاعمال الصالحة البسيطة اللي انا قلت لك عليها وتزداد في الاعمال الصالحة وتزداد في الاعمال الصالحة وانت على يقين ان ربنا سبحانه تعالى مش طرتك وانت ما تلوستش وبقيت خلاص وما ترود من رحمة ربنا مبالاش كده ودايما حتى لو ان انت شايف ان الزنب اللي انت عملته كبير اسمع بقلبك نداء ربك عليك قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنتوا من رحمة الله ربنا سبحانه تعالى غفور رحيم يغفر الذنوب وجميعا فاقبل على الله سبحانه تعالى وما تخافش واستمر في هذه العمال الصالحات وان شاء الله ربنا يكرمك ويسع عليك ويبارك لك واجعلك في خير حال